موسيقى السلام عليكم مشاهدي الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة اليوم هو السابع من شهر إبريل للعام 2018 في الأسبوع الماضي جرت حوادث كثيرة منها اغتيال خطبة مساجد واعتدلون مستنيرون ومنها مرور الذكرى الثالثة لاختطاف السياسي اليمن الكبير محمد كحطان ومنها أيضا الذكرى الثالثة والخمسون لاغتيال أبي الأحرار محمد محمود الزبيري وهذه الأخبار حين نضعها إلى جوار بعضها نشعر أننا أمام تاريخ متصل من الاضطرابات والقتل وغياب العقل والحكمة يعني ثلاثة وخمسون عاما من منذ اغتيال الزبيري لم تتوقف فيها حركة الاغتيالات إلا لسنوات قليلا معدودة لم تخلو هذه السنوات من جرائم أخرى غير منظورة بمعنى أن النظام الجمهوري لم يكن طوال الخمسين عاما الماضي قد استكر كما ينبغي فمن المسؤول عن مأساة سيزيف هذه وكيف العمل على تجاوزها هذه الأسئلة وغيرها ستكون موضوع حلقة هذا اليوم كونوا معنا بدأت سلسلة التصفيات الجسدية الأخيرة من سنوات ثورة فبراير مسلسل بدأ من سنوات ثورة فبراير لم يتوقف حتى الآن بعد أن شعر النظام السابق آنذاك بأنه آيل للسقوط لا محالة في تلك الفترة حدث فراغ أمني كبير ومتعمد من قبل النظام فنشطت خلايا الاغتيال التي لم يعرف اليمنيون حتى الآن من يكف وراءها على وجه التحديد وإن كان النظام السابق هو المتهم الأول فيها بوصفه المتضرر من الثورة وبوصفه أيضا صاحب الخبرة الطويلة في تصفية الخصوم عنده خبرة ما شاء الله في هذا المجال لكن هذا لا يعني طبعا أن الساحة كانت خاليا من متهمين آخرين خاصة وأن رأس النظام السابق نفسه كتتعرض لمحاولة اغتيال في مسجد دار الرئاسة في تلك الفترة طالت الاغتيالات ضباط وطيارين وسياسيين محسوبين على أكثر من فصيل طوال الفترة الماضية مما يعني أننا أمام أكثر من جهاز ربما ولا مانع أن تكون بعض هذه الأجهزة تتبع دول أخرى مش شرط أن يكون الأجهزة يمنية ممكن تكون أجهزة لدول مجاورة أو لدول فوق مجاورة لأن اليمن كانت ساحة تصفيات سياسية لعدد من دول المنطقة والعالم إيران داخل حزب الله داخل السعودية داخل كلهم داخلين يعني الإمارات وغيره وربما دول أخرى يعني أوروبية هناك تراطيش كلام سمعناه في وقت من الأوقات لا نريد أن نبت فيه الآن وطبعا السور الواطي كما يقول المثل يعلم السرقة وقد كان سور اليمن في عهد علي صالح كان هذا السور على حدود الأرض يعني كان سور اليمن واطي بالفعل يعني الكل ممكن يدخل ويعمل ما يشاء ويعبث كيف ما يشاء عندما نشاهد الوضع في اليمن اليوم في عدن وتعز وصنعاء وغيرها من مناطق الرعب نفهم معنى الآية فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف الآية تطوب العبادة بعد أن تقدم حيثيات هذه العبادة حيثيات هذا الطلب وحيثياته ببساطة هي توفير لقمة العيش الكريم وتوطين الأمن يعني طلب منهم الطاعة بعد أن تقدم لهم الأمن والغذاء الطاعة مقابل الغذاء والأمن وهذه هي بعض مطالب الشعوب من أنظمة الاستبداد المعاصرة يعني الشعوب بتقول لهم وفروا لنا لقمة عيش كريمة ووفروا لنا أمن وانتظروا الطاعة لكن تطلبوا الطاعة بدون وطن بلا أمن غذائي بلا أمن شخصي هو أشبه بالغابة والاستبداد يعرف أهمية الأمن بالنسبة للناس الأمن بمعانية السابقة الأمن الغذائي والأمن الشخصي يعرف أهميتها بالنسبة للناس ولهذا بسبب لؤمة هذه الأنظمة تخير الناس بين الأمن مع الفساد والاستبداد أو الحرية مع الفوضة والخراب يقولون لك اختار اللي تحب تشتي أمن مع الاستبداد ممكن يعني تشتي حرية مع الفوضة أطلب الحرية واشوف يشيء اللي يحصل لك والمصيبة أن هذه السياسة لم تعد سياسة الأنظمة العربية المحلية أنظمة داحس والغبرة هذه السياسة أصبحت سياسة الدول الاستعمارية نفسها مع العرب المصيبة هنا اليوم دول الاستعمار الجديد في شكلها الحديث الجديد تخير العرب بين الأمرين كما يخيرها الحكام العرب يقولون لنا إما أن تكبلوا بالوكلاء المستبدين الذين ننصبهم حكاما عليكم أو تركبوا رؤوسكم وتطلبوا الحرية وتدفعوا ثمنها هكذا أمريكا اليوم بتقول لنا وغيرها من الدول الضالعة الفوضى أو الحرية هذا ما يقوله الاستعمار الجديد كما يفهم فقهاء السياسة الواقع يقول أن جميع الدول النافذة والقادرة على إنهاء الانكلاب والاحتراب بين اليمنيين لا يقومون بواجبهم في إنهاء الانكلاب طبعا بل أنهم يفعلون العكس تماما هم يمكنون للخراب بطرق مختلفة يمكنون للانكلاب بطرق مختلفة والأمر بات مكشوف لليمنين سلسلة الاغتيالات في عدن والمحافظات الجنوبية وفي تعز طالت حلقاتها الأخيرة مجموعة من الخطباء والدعاء الإسلاميين المعتدلين المستنيرين المفتحين كان آخرهم الخطيب المثقف الإنسان عمر دوكم بمدينة تاز هذه الاغتيالات هدفها كما يظهر تفريغ هذه المدن من شخصياتها المؤثرة التي تغذي ثقافة المقاومة والتحرر وتكف حجر عثر أمام المشاريع المشبوهة تحديدا في هذه المدن لأنهم يريدون شيئا ما وأبرز مشروع مشبوه الآن هو مشروع الإمارات وأحزمتها الأمنية وهو المتهم رقم واحد في هذه الاغتيالات ومن المعروف أن الإمارات كانت قد استعانت بشركة استشارات إسرائيلية عام 2015 تقريبا هذه الشركة تعمل الآن في أمريكا استعانت بها الإمارات منذ سنوات لمواجهة الإسلاميين في اليمن تحديدا يعني الإمارات دخلت اليمن وفي رأسها حزمة أهداف من بينها تصفية الإسلاميين وإخضاعهم وقضية هذه الشركة مطروحة الآن أمام روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية يعني ورد ذكر هذه الشركة الاستشارية في التحقيقات كما قالت صحيفة ويل ستريت جورنال الأمريكية أخطر ما في المشهد الآن هو أن دول الغربة الاستعماري كما نسميها قد أصبحت تجاهر بدعم السياسات القمعية للأنظمة العربية أصبحوا حلفاء وأصبحوا أصحاب أجندة مشتركة مما يعني أن القوى الاجتماعية المحلية المناهضة للاستبداد والقمع والراغبة في التغيير والنهضة هذه القوى لن تجد لها نصير في أي مكان الآن بعد أن صفيت كل مصادر الدعم المتوقعة كل دولة كانت تدعم هذه الحركات وهذه التيارات أصبحت محدودة تحت المقصلة قطر تحديداً أصبحت تحت المقصلة الآن وما فيش دولة تقدر تغامر وتدخل في صدام الآن مع النظام الأمريكي والأنظمة الحليفة له في المنطقة هناك اتفاق واضح بين الأنظمة العربية المستبددة وبين الدول الاستعمارية على محاصرة الشعوب على محاصرة الثورة والثوار ومنع أي محاولة للتغيير في هذه الأوطان وتكريس الاستبداد بكل صورة وبإمكان الحاكم العربي أن يفعل بخصومه ما يشاء الآن أطلقوا يد الحكام العرب تماماً كما يطلقون الكلاب الموليسية على المساجين وهذا طبعاً ليس بسبب أمريكا وحدها هذا بسبب خذلان الأمة لنفسها الأمة اليمنية الأمة السورية الأمة المصرية كل الأمم التي سعت للتغيير خذلت نفسها لأنها عندما انكسمت على نفسها أمام مطلب التغيير عندما كررت شريحة من هذه الأمة أو تلك أن تصطف مع الحاكم الفاسد المستبد ضد مشروع التغيير عندما كررت هذه الشريحة من الأمة في كل الأوطان العربية في كل بلدان الربيع العربي كررت هذه الشريحة أن تدعم أحكاد الحكام في اليمن كررت هذه الشريحة أن تدعم أحكاد علي عبدالله الصالح حتى لو أدى ذلك إلى وعد الدولة وتسليم ركبة الجمهورية للإمام يعني قل هو من عندي أنفسكم ما حد وصلنا لهذا الحال غير أنفسنا ثقافة النفاق والارتزاق من فتاة الفساد في النظام السابق يعني كان نرتزق من فتاة الفساد هذه الثقافة هي سبب ما نحن فيه لو لا هذه الشريحة الفاسدة من الأمة اليمنية شريحة النفاق والارتزاق والجاهلية ما سقطت اليمن في هذا الخندق المليء بالنيران والأشواك صرنا إحنا أصحاب الأخدود كلنا اليمنين اليوم أصحاب الأخدود لو لا هذه الشريحة ما سقطنا في هذا الأخدود وما تكالبت علينا ذئاب الأرض وكلابها من الداخل والخارج وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون المؤسف أن هذه الشريحة اليوم موجودة داخل البلد لا تريد أن تعترف بجريمتها في حق نفسها وفي حق البلد لا تريد أن تفتش في عيوبها بل هي مستمرة في تبرير موقفها وفي تعليق المسئولية على مشجب الثورة والثوار إلى اليوم إلى اليوم هذه الشريحة ما زالت تنادي بعودة النظام السابق وتمجد فيه وكأنه غير مسؤول عن ما نحن فيه وما تعرفش يعني ثقافتها كيف يعني بأي مبرر علمي بأي مبرر عقلاني ما تعرفش الناس هذول كيف يفكروا وهذه واحدة من نتائج ثقافة النفاق الشخصية المنافقة الشخصية اللئيمة تبرئ الجلاد وتتهم الضحية تقول لك ثورتكم هي التي صنعت هذا يعني تصوروا معي لو أن كل ثورة في التاريخ وكل حركة تغيير في التاريخ وقفت عند رأي هذه الشريحة أين كانت الإنسانية وقفها الآن ما كان حصل أي تغيير ولا تحديث ولا أن البشرية في الدرك الأسفل من التخلف والبؤس لو لم تحدث هذه الثورات أما لو كانت البشرية كلها من شاكلة هذه الشريحة ما تغيير الحال من أيام آدم الكوارث هذه المأساه اليمنية ليست بنت اليوم للأسف هي بنت تراث طويل من الخذلان والعمالة وثقافة الارتزاق والنفاق هذا ميراث يبدو معنا نحن في اليمن ميراث طويل أعتقد أن أهم ما يتوجب على اليمنين فعلا بعد استرداد دولتهم وقرارهم المستقل هو إعادة النظر في هذه الثقافة أهم ما يتوجب على اليمنين فعلا بعد استرداد دولتهم وقرارهم المستقل هو إعادة النظر في ثقافتهم هذه التي ذكرناها وغربلتها وتخليصها من عناصر الفساد التي فيها لأن ما يعيشه اليمنيون اليوم هو ثمرة هذه الثقافة دون شك ونقض الثقافة وغربلتها هي يعني مسؤولية الجميع الجميع الذي اكتوى بنيران هذا الخراب وهذا الإذلال الذي يمارس على اليمنيين في الداخل والخارج اليمنيون جميعا اليوم يشعرون بفدحة الحرب وذل الغربة والاضطهاد ونحن نستحق ذلك لأننا جميعا لم نفعل شيء انتجاه ثقافتنا هذه الثقافة المليئة بالثقوب السوداء النفاق العنصرية الدفاع عن الظلمة الاستفاف مع المشاريع الصغيرة وخذلان المشروع الكبير لليمن المكابرة العناد على طريقة بني إسرائيل هذه وغيرها من سماتنا الثقافية التي لا نستطيع أن ننكرها موجودة نراها رأي العين الحق أقول لكم إذا لم نعد النظر في ثقافتنا وموروثاتنا الفكرية فلن يكون المستقبل أفضل من الحاضر ولا أفضل من الماضي وسنظل سنظل وليمة لأعشاب البحر كل ما جاعت قلت إن ثقافتنا بحاجة إلى مراجعة لأن هذه الثقافة مسؤولة إلى حد كبير فيما وصلنا إليه من انهيار وخراب وذكرت بعض عناصر هذه الثقافة التي فككت الأمة وأضعفتها وفي هذه الفكرة أود التركيز على عنصر آخر من العناصر الفاسدة في ثقافتنا قد يلحق الضرر بنا في المستقبل أكثر من الضرر الذي لحك بنا في الماضي وحديثي هنا ليس موجها لليمنيين فقط يعني العرب جميعا وقعوا في هذا الخلل هذا الخلل يبدو مشترك عربي لأسباب بعضها وجيه وبعضها الآخر مجرد وهم أعني الموقف من الشعوب الغربية والحضارة الغربية إلى الآن نحن لم نحدد بشكل علمي موقف علمي من الحضارة الغربية بشكل مفصل مما لا شك فيه أن لدول الاستعمار والهيمنة الغربية دور كبير في إجهاض مشاريع النهوض ومشاريع الديمقراطية العربية ما أحد يقدر يشك في ذلك هذه الدول ساعدت في إجهاض كل محاولات النهوض العربي الحديثة وكان آخرها إجهاضهم لمحاولة الربيع العربي وعرفنا دور المخابرات الأمريكية وغيرها في هذا الأمر وها نحن نشاهد يعني نرى التحالف الوطيد بين أمريكا مثلا وأنظمة الثورة المضادة واضح هذا التحالف الأخير أزال كل الشكوك القديمة عن علاقة الغرب بالأنظمة العربية المستبدة والفاسدة خلاص اليوم صرنا متأكدين من أن حكام العرب مجرد وكلاء للاستعمار الغربي وكلاء محطوطين بشروط عيشوا استمتعوا مارسوا ما شئتم لكن ما تخرجوش عن الشروط اللي وضعناها عن الدائرة اللي وضعناها لكن في المقابل عندما نستخدم كلمة الغرب ينبغي أن نكون حذرين لماذا؟ لأن الغرب ليس كتلة واحدة متجانسة الغرب هو شعوب ومؤسسات اجتماعية أهلية وحكومية تتمتع بكثير من الحرية والديمقراطية لذلك ينبغي أن نميز في خطابنا بين الشعوب الغربية والحكومات الغربية في فرق ينبغي أن نميز ونكون دقيقين ونحمل المسئولية صاحب المسئولية مش الغرب كله الشعوب الغربية في مجملها في مجملها حتى بعد ظهور الحركة الشعبوية الأخيرة هي في حقيقة الأمر شعوب راقية متحضرة قريبة جدا من قيم الإسلام الحق التي نعرفها التجربة الغربية في مجال القيم الاجتماعية والقيم الإنسانية حقيقة هي أرقى ما وصل إليه الإنسان بدون جدال لكن على النقيب منها الحكومات الغربية الحكومات الغربية لها تاريخ أسود قاتم من الجرائم والانتهاكات في حق الشعوب الأخرى والتمييز بين الحكومات وبين الشعوب الغربية هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا نحن العربي بالذات الشعوب المنطقة العربية وفي هذه اللحظة تحديدا لماذا؟ لأننا بحاجة لكسب تعاطف هذه الشعوب معنا والوقوف في صفنا ضد أنظمتها التي تحاربنا وتمنع نهوضنا وتعطل تنميتنا وتنصب علينا عملاء بالقوة تنصب علينا بالقوة من لا يخافها ولا يرحمنا من يخافها ولا يرحمنا بالأصح ليس أمامنا نحن الشعوب العربية من سبيل سوى كسب تعاطف الشعوب الغربية الآن لكي تقوم هذه الشعوب بدورها الأخلاقي في مواجهة أنظمتها الماكرة وهي لديها كدر من الأخلاق يسمح لها بذلك ومجرب لكنها مضللة نحن أيضا لا نقوم بدورنا في فك هذا التضليل اللي تمارسه وسائل الإعلام ووسائل السيطرة الصهيونية في الغرب هناك لوبي صهيوني في الغرب لا يقابله لوبي عربي أو لوبي إسلامي مقتدر حقيقة لا أحد يستطيع الآن أن يوقف مغامرات ترامب أو مكرون أو غيره من قادة المكر الغربي لا أحد يستطيع أن يوقف هؤلاء سوى الشعوب الغربية اليوم أو وحدة الشعوب العربية لكن هذه الأخيرة أصبحت في حكم المستحيل من يوحد لنا شعوبنا؟ الشعوب الغربية تتعرض لتضليل واسع من قبل مؤسسات صهيونية كما قلت معادية للعرب وللمسلمين هذا التضليل إذا استمر لفترات طويلة بدون أن يقاوم بدون أن يفند بدون أن تكشف حقيقته من الذي سيدفع ثمنه؟ سندفع ثمنه نحن مثل ما يحدث الآن يعني ربما سمعتم قبل أيام عن اليوم الذي ابتدعوه ابتدعه بعض المتطرفين في الغرب هناك وأطلقوا عليه اسم يوم عكاب المسلمين يعني هذا يشبه يوم العمال ويوم الشجرة ويوم المرأة هناك منظمات أطلقت يوم عكاب المسلمين عاكب مسلما ولهذه المنظمات بعضها كانوا يكافئ من يقدم على ارتكاب جريمة بحجم الجريمة في حق المسلم وبالفعل حدثت بعض الاعتداءات على عرب ومسلمين هناك في مثل هذه الأيام لكن أيضا في المقابل كانت الشعوب الغربية قدمت نموذج مبهر في حماية المسلمين في مواجهة هذا التطرف أخرجوا في بريطانيا من يحرس النساء العربيات والأطفال العرب والتلاميذ العرب إلى المدارس يعني أيضا كما نقول الشعوب الغربية لديها قدر من الأخلاك استحق التقدير وإذا تركنا هذا الأمر يتطور أمر الدعاية ضد العرب فقد يصل إلى إعلان حرب صليبية على المسلمين جميعا وهذا ما تريده بعض المؤسسات المعادية هناك ينبغي أن نستغل مناخ الحرية والقيم الإنسانية في الغرب لصالح قضيانا العادلة كما استغلها اليهود اليهود لم يكونوا محبوبين في أوروبا بالمناسبة إلا بعد ظهور الحركة الصهيونية من عندما مرتل لوثر ومطلع صاحبنا لوثر هذا صاحب الكنيسة البرتستانتية صاحب الإصلاح الديني البرتستانتي بدأت أول بدور الصهيونة وانتهت في الحركة الصهيونية المعروفة وأن اليهود كانوا مكروهين داخل أوروبا ربما كان المسلم أكرب إلى المسيحي من اليهودي بدلا من الذهاب المفروض أن نقدم شيء لأنفسنا هناك في الغرب بدلا من الذهاب إلى هناك لتقديم صورة مزرعة عن العرب المسلم الكسول العالة على الدولة المليء بالعقد والتعصب إلى آخر ولنتذكر دائما أنهم ليسوا سواء كما قال القرآن ليسوا سواء لطالما ذكرنا في هذا البرنامج يعني موقف الفيلسوف الأمريكي الكبير نعم تشوميسكي هذا الرجل المناهض الصلب للسياسات الإمبريالية الأمريكية والغربية واحد مثل تشوميسكي موجود منه آلاف لكن محتاجين لدعمه لأنه أيضا محارب هناك من قبل المؤسسات الصهيونية تعالوا نستمع إلى تشوميسكي وهو يترافع بذكاء ضد سياسات بلده أمريكا والسياسات الغربية حموما تجاه العرب والمسلمين ويفند بالحجة ما يقوله المفكف الآخر الصهيوني برنارد لويس وغير من المتعصبين الذين يقولون أن الصراع بين العرب والمسلمين يعني العرب والمسلمين من جهة وبين الغرب هو صراع ثقافة بسبب اختلاف الثقافات وأنه صراع قديم وأزلي وسيستمر تشوميسكي يرد عليه من داخل المحاضر الرئاسية الأمريكية ويقول يقول إزنهاور نفسه طرح هذا السؤال على الأمن القوم الأمريكي في أيامه ماذا رد عليه الأمن القوم الأمريكي لماذا يكرهون العرب والمسلمون أجاب الأمن القوم الأمريكي كان نعم المسلمون والعرب يكرهوننا لأننا ندعم حكوماتهم الدكتاتورية التي تمنع الديمقراطية وتمنع التطور نفعل هذا من أجل الحصول على البترول الكراهية هذه ليست بسبب اختلاف الثقافة ولا بسبب الإسلام كما يروج أصحابنا المسطحين والمتصاهينين هناك تعالوا نستمع إليه كما يقول برنارد لويس ماذا كانت خطأ في الواقع يمكن أن يكون هناك محاولات بين إليه ومن الدكتورة والقلتورة والقلترية هناك كبير محاولات وهنو يكفي بالحصول على الرسم потому что HARV نعم هناك في المنشكل المقراء ٦ كبير مخالج في الدكتور أمام من الدكتور جميع المستدادين جميع الإسلامية سيدا من التدقين للتعامل بالإطلاق يمكن ان الانتراض بيجارات من الإجتماعات تقفون للتعامل ان الناس يكبرنا في الانتراض في الدوليس لكن نف، من الى الأشخاص المتعلق الأنية بالبحث عن الإجتماعات وزراء الانتراض في الانتراض وحاول بأن التعامل الإجتماعات التي تعتد من التعامل شيئاً في مجاونا المترجم والإنجهات وأننا نفعلها بسبب عددنا في الوضع الأولى وضعاً، يمكن أن نقوم بكثيراً بكثيراً لأنها صحيحة سلطات غير ديمقراطية لكن هم محظوظين لأن القياس طبعاً مع الفارق هذه حكومات على الأكل بتوفر لهم الحياة الكريمة الحد الأدنى من الحياة الكريمة وقد قلت في حلقة سابقة أن المشتركات الثقافية والفكرية بيننا نحن العرب وبين الشعوب الغربية أكبر من المشتركات بيننا وبين شعوب شرق آسيا والشرق الأقصى والعلاقة بين شعوب الشرق الأوسط وأوروبا دائماً كانت علاقة تأخذوا رد زي الجيران أخذوا منا في بداية الأمر الفلسفة وصول الفلسفة وأخذنا منهم الفلسفة نفسها شرحناها واحتفظنا بها بعد غيابها عنهم لمدة ألف عام ثم رددناها لهم مرة أخرى أخذوا عاو وأخذوا منا الدين المسيحي من الشرق أيضاً بعدما أدخلوا عليه تعديلاتهم ثم أخذنا منهم بعد ذلك منتجات الحضارة الحديثة وهكذا ظلت علاقتنا بالغرب علاقة أخذوا رد لم يشوشها طوال هذه الفترة سوى الحروب الصليبية لثلاثة كرون ويريد البعض الآن إعادة هذا التاريخ الكصير ثلاثة كرون على حساب عشرات الكرون من التشارك والتخادم والأخذ والعطاء بيننا وبين الحضارة الغربية هناك خطاب عدواني يقدمها التراث الديني تجاه المؤسسات الغربية والمجتمع الغربي خطاب عدواني أعمى يعني لا يتسم بالعلمية في حقيقة الأمر لا يتسم بالعلمية لأنه لو أخضعوا للنقاش العلمي بيكتشفوا أنه كانوا مخطئين تماما وأنه لا الدين ولا العقل يعني يوجب هذه الحالة العدوانية نعم لدينا عداء مع الاستعمار ولدينا عداء مع الصهيونية ولدينا عداء مع كل من يمارس القمع والاضطهاد والنهب ودعم الاستبداد والكذا لكن ينبغي أن نوجه بوصلتنا وأن نوجه أصابع الاتهام للمتهم الرئيس لأن الغرب ليس كتلة واحدة كما قلنا وإنما هو مجموعة كتل تتمتع بالحرية والديمقراطية أعزائي المشاهدين سنذهب لفاصل قصير ثم نعود باستكمال حديث أبقوا معكم في الحرب تنتهك حقوق الإنسان ومع مرور الزمن تختفي الأحداث والتفاصيل ويختفي المنتهكون خلف الركاب التوثيق والإعلام حفظ للقضايا من النسيان أستوحدك ذكرة قضايا حقوق الإنسان في اليمن أهلاً بكم الجديد قبل أيام مرت الذكرى الثالثة لاختطاف السياسي اليمن الكبير محمد كحطان من قبل عصابة الحوثي ثلاث سنوات لا يعرف عنه شيء حتى الآن وهذا شاهد واحد فقط على طبيعة المرجعية الأخلاقية لهذه الجماعة هذه جماعة تزعم أنها جماعة دينية وتزعم أنها لا تفعل العيب وهذا واحد من الشواهد من مئات الشواهد على أنها مجرد أصابة إجرامية لا دين لها ولا عرف يمكن أن يوقف سلوك الإجرامي بأي عرف وبأي دين يجوز اختطاف رجل مدني غير محارب بأي دين وبأي عرف يجوز إخفاؤه كل هذه السنين عن أهله لا هو رجل عسكري وله مدان بجرائم وله رجل سياسة متعصب يعني صاحب إيدولوجيا متعصبة بل على الأكس الناس جميعا يعرفون أن محمد كحطان كان أبرز قيادي منفتح في حزبه على الآخرين وأكثر واحد متحرر من التحيز العصابي حتى أنه كان يصنف بأنه علمان رجل بهذه المواصفات يختطف ولا يعرف له أثر هو دليل دائمك على أننا أمام عصابة لا كيملاء ولا أخلاك ولا دين هي توظف الدين فقط لصالح العصابة لصالح أهوائها سيتحول محمد كحطان إلى عار يلاحق هذه الجماعة ويلاحق النخبة التي دعمتها سيتحول إلى حجر في فم كل من يتحدث من هذه النخبة في المستقبل عن الحقوق والحريات والشرف فما بالك وملف الاعتقالات والتعذيب الوحشي ملفهم في هذا لا سابق له في تاريخ اليمن وكلنا طبعا تابعنا ما جرى للمختطف جمال المعمري الرجل الذي اختطف وهو في كامل صحته وخرج وهو مشلول من شدة التعذيب وقصة تعذيب مؤلما للغاية والظروف الاعتقال التي تكلم عنها من قبل عبدالقادر الجناد وغيرها وطبيعة المعتقل تدل على أننا أمام عصابة كذرة لا دينة لها ولا عرف ومع ذلك فهي جماعة مدعوما من قوى دولية تزعم أنها متحضرة وتزعم أنها إنسانية للأسف اليوم الاختطافات في المناطق التي تحت سلطاتهم مثل مسلسل بكسيكي كل فترة نسمع عن مختطف جديد بل عن مختطفات جدد لأن دخلت النساء في العمليات يعني النخبة اليمنية الحرة اليوم النخبة اليمنية الحرة أمام حمل ثقيل من الهموم يعني مهمومة بتحرير بلدها من عصابة الانقلاب والإجرام والكهنوت والتخلف ومهمومة بمواجهة كيد الأشقاء العرب الذين يمكرون باليمن مكرسو ومهمومة بتجاوز ظروفها الصعبة ظهور النخبة هذه نفسها داخل اليمن وخارجها ظروف صعبة فعلا وليس لديها لا كيادة حقيقية ولا نصير حقيقي وداعم حقيقي ولا ظروف دولية تسمح بالحركة وحشت عناصر القوى التي لديها في مجموعتهم وأكثر من ذلك النخبة اليمنية اليوم مهمومة بتدوين التاريخ وتسجيل تفاصيل الجريمة الجريمة التي اكترفت في حق اليمن وفي حق أجيال من اليمنيين القادمين هذه الجريمة يجب أن تدوّن الآن بتفاصيلها لكي تروى للأجيال صحيحة سليمة خالية من التزييف والنقص لأن العدو حريص على تزوير الرواية إن لم يستطع حذفها من الذاكرة يعني العدو الذي يواجه اليمنيين اليوم ماكر وخبيث له خبرة طويلة في إخفاء تاريخ اليمنيين لصالح تاريخه الخاص تاريخ السلالي الإمامة لها خبرة جيدة في الترويج لروايتها الرواية الخاصة على حساب رواية اليمنيين وبسهولة يمكن أن يحولوا الفقيه المناظر السعيد الفقيه إلى سعيد اليهودي في ثقافة الشعب اليمني كم كان عدد اليمنيين الذين يعرفون أن عبارة سعيد اليهودي هذه المترددة على الألسنة كم كان يمني مننا يعرف أنها تشير إلى الثائر اليمني سعيد بن صالح الفقيه المتصوف الذي وقف ضد نظام الإمامة في محافظة إب من اللي شوى سمعته وخلى السعيد اليهودي غير الآلة الإعلامية للسلالة يطمسون كل تاريخنا النظالي في مواجهة القمع والاستبداد والاستعمار بالمناسبة الفقيه هذا الفقيه السعيد كان صاحب ثورة ضد الإمامة ثورة هذه شعر بالقلق منها حتى البريطانيون في عدن 1800 وشوية لكن الذي روى التاريخ هو الذي حكم وهذا ما لا ينبغي أن يتكرر مع الحوثيين اليوم على النخبة اليمنية أن تسارع في تدوين التاريخ تاريخ هذه المرحلة بالتفصيل على النخبة اليمنية أن تدوين تاريخ هذه المرحلة لكي تحول اللاحقا إلى أدب وفن يحصنان المجتمع من يفقد ذاكرتها اليوم يفقد مصالح غدا في الأيام القليلة الماضية أيضا مرت ذكرى أبي الأحرار اليمنيين المقدور محمد محمود الزبيري الذي لقي مصرعه في أول إبريل عام 1965 أثناء زيارة البرط وذكرى الزبيري لها طعم مختلف هذه السنوات عند اليمنيين الأحرار لأنها تأتي وقد عادت الإمامة مرة أخرى على يد الجمهوريين أنفسهم هذه المفاركة ذكرى الزبيري تأتي وقد عادت الإمامة على يد الجمهوريين والحقيقة أن الزبيري أغتيل مرتين مرة على يد الإماميين بالرصاص ومرة أخرى على يد من كنا نظنهم جمهوريين في السنوات الماضية في العقدين الأخيرين تعمد نظام صالح إهمال ذكرى الزبيري وغيره من الثوار الأحرار ولم يعطي هذه الرموز الوطنية ما تستحك من التخليط في ذاكرة اليمنيين ولم يقم النظام بواجب لحماية تراث هذه الشخصيات ونشرها أو في تحويل مساكنهم وآثارهم إلى مزارات سياحية ووطنية تذكر العجيال بتضحياتهم تروح روسيا تلقى بيت ديستوفيسكي ولا تلسوه موجود لليوم وصبح مزار سياحي ولا بيت فلان من الثوار في مصر أو في أي مكان منزل عبد الحليم حافظ لليوم في جالس الشقة كما هي مزار سياحي ونحن محمد محمود الزبيري لا أحد عارف أين بيته النظام السابق لم يقوم حتى بما هو أعدل من ذلك وهو القصاص من القاتل الذي ظل حيا بيننا طوال هذه السنوات قاتل الزبيري ما زال موجود بيننا لليوم وما زال إمامي كالح حتى هذه اللحظة الظهر قبل فترة في قناة الإماميين قبل فترة كليلة ويبدو أن الزمن يعيد نفسه بشكل أو بآخر ما جرى للزبيري في أوائل الستينيات يجري لشباب فبراير وثوار فبراير اليوم الزبيري لم يكن مرغوبا فيه لا من الإماميين ولا من بعض الجمهوريين ولا من الكواء الإقليمية الخارجية وكذلك شباب فبراير ليسوا مرغوبين من أحد غير مرغوب فيهم من كبل الجميع كان الزبيري نقيا صادقا يسعى إلى خدمة وطن دون أن يطمع في منفعات دنيوية أو منصبة أو غيره كما يشهد بذلك جميع من عرفه وهذا أيضا هو حال أكثر شباب فبراير كان الزبيري هو الصوت المثقف الأديب صاحب التفكير المثالي والأحلام الوردية لليمنيين على عكس كثير من رفاقه الواقعيين البراغماتين أهل السياسة الصرفة وكذلك أيضا شباب فبراير مجموعة من الحالمين المثقفين القدعاء الصادقين الجادين في خدمة بلدهم وشباب فبراير يشعرون بهذه المشتركات المعنوية معاء بالأحرار ولذلك يجدون له في أنفسهم مكان خاص زبيري المكان خاص عند الثوار فبراير ولإسمه رانين خاص في آذانهم ولم يحظى به أي رمز آخر من رموز 26 سبتمبر بل يبدو أن الزمن يعيد نفسه إلى درجة أن الإمامة ستحظى بفرصة ثانية للنجاح كما حظيت بها في العام 1970 في المصالحة الشهيرة على عهد الرئيس الرياني لأن نفس القوى الأجنبية تريد لهم اليوم البقاء للعب دور مضاد للجمهورية والخوف أن يستمر الزمن في إعادة نفسه إلى حد أن يأتينا بخائن جديد للجمهورية مثل علي عبدالله الصالح في المستقبل وكأن قدروا اليمنين أن يظلوا في الدوران مثل جمل المعصرة في دائرة مغلقة من العذاب لا نهاية لها وطبعا لا أحد جدير باللوم على غير اليمنين الأمة اليمنية التي لم تحسم أمرها في إنهاء هذا العذاب المستبر أصبح اليمنين بالفعل مثل صاحب الأسطورة اليونانية السيزي الذي حل عليه غضب الآلهة فحكمت عليه بأن يظل يرفع صخرة كبيرة إلى كمة الجبن وكل ما وصل إلى كريب القمة ثلتت الصخرة وتدحرجت إلى الوادي وهكذا يظل دوليك في عذاب لا ينتهي كأننا يعني أمة سيزيف تصوروا لو أن الزبيري بعث اليوم ورأى حالنا كيف سيكون حاله؟ ماذا سيقول؟ وهو الذي ظل يردد بعد نجاح الثورة بصوت عالي الحمد لله الذي أعزنا بعد الذلة وآمننا بعد الخوف وحرر ركابنا من العبودية وحرر نفوسنا من الذعر والمذلة في خطاب الموجوع الذي وجد الراحة دعالوا نستمع إليه الحمد لله الحمد لله الذي أعزنا بعد الذلة وآمننا بعد الخوف الحمد لله الذي حرر الذي حرر رقابنا من العبودية وحرر نفوسنا من الذعر والرعب والمذلة والخوف الحمد لله الحمد لله لقد تحررت نفوسنا وتحررت عقومنا وتحررت عقيدتنا وتحرر ديننا الإسلامي نفسه الذي كان مظلوما كان مضطهدا كان سجينا معنا في سجوننا كان مضطهدا كان اضطهادنا كان مشردا كما تشرد الأحرار الحمد لله رب العالمين أراد الزبيري أن يخبرنا أن الإمامة هي الذعر الإمامة هي الخوف الإمامة هي الذل وتزوير الدين واختطاف الإسلام والعبودية لغير الله هذه هي الإمامة هل كذب في شيء من ذلك؟ الجواب أنتم ترونه بأنفسكم رأي العين اليوم في الحالة الحوثية تتجلى هذه المعاني كلها والذي يطالع كتاب الزبيري العنوانه الإمامة وخطرها على وحدة اليمن يدرك كم كان الرجل ذكيا ونبيها وهو يستشعر خطر هذا الوباء القاتل ويدرك كم نحن مغفلين كم كنا مغفلين عندما ظننا أنها دفنت بعد سبتمبر هذا هو الفرق بين الأمم العظيمة والأمم التي لا تحترم ذاكرتها ولا تحترم ذاتها الألمان فعلوا كل شيء لإدانة النازية التي أرهكتهم ودمنت بلادهم مع أنها كانت تريد رفعتهم رفعت ألمانيا فوق الناس كلهم الألمان ما زالوا لليوم محتفظين ربما في مجلس النواب ببعض الآثار التي تدل على جرم النازية مع أن النازية حركة كانت تريد الإعلام من شأن الألمان أما احنا ابتلينا بحركة لا يوجد ما هو أسوأ منها في التاريخ ومع ذلك لم نفعل شيء لم نفعل ما يجب لإدانة الإمامة وهي التي أدلتنا ومزقتنا وجعلت إذلال اليمنيين هو دينها وهدفها وغايتها ومن يهن الله فما له من مكرم ألقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله يحفى ترجمة نانسي قنقر